لا تمي قصي ولاد لا تمي قصي منظمة هيومون رايتس ووتش ذكرت في تقرير لها أن قوات وزارة الداخلية استخدمت على ما يبدو القوى القاتلة والمفرطة إلى حد كبير وغير ضروري ضد الاحتجاجات على نقص المياه والوظائف والكهرباء التي أصبحت عنيفة في بعض الأحيان وجاء في التقرير أن ثلاثة متظاهرين على الأقل قتلوا وجرح ما لا يقل عن 47 شخصا من بينهم طفلان أطلقت عليهم النار وطفل ضرب بأعقاب البنادق من جانبها قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط سارا ليا ويتسون في هيومون رايتس ووتش إن على السلطات العراقية إجراء تحقيق موثوق ومحايد فيما يبدو أنه استخدام مفرط للقوى القاتلة في البصرة حتى عندما تصبح الاحتجاجات عنيفة طالما لم تعالج الحكومة مظالم المحتجين فإن خطر المزيد من الاحتجاجات الدموية يبقى أمرا واقعا وأكدت المنظمة أن على قوات الأمن العراقية المشاركة في مهام إنفاذ القانون التقيود الصارم بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوى والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون تنص المبادئ الأساسية أنه على المسؤولين عن إنفاذ القانون تطبيق وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوى وعندما يكون استخدام القوى أمرا لا مرفر منه يجب أن يستخدموا ضبط النفس ويتصرفوا بما يتناسبوا مع خطورته للجرم وأضاف التقليل أنه منذ الرابع عشر من تموز منعت السلطات العراقية الوصول إلى الإنترنت في كثير من مناطق وسط وجنوب العراق بما يشمل وسائل التواصل الاجتماعي موسيقى